السلام عليكم اليوم نبدأ معكم موضوع جديد اللي هو Frequency Response Techniques عرفنا انه من خلال محاضرات الاولى نقصد بالFrequency Response اللي هو يكون ال Output بال J Omega شنو يكون قيمته او شون اقدر الرسمه فهنا لها المحاضرة راح نتناول البداية اللي هو طرق الرسم مع تلك Frequency Response محاضرة هي راح تكون قصيرة باخرها واجب راح نزل لكم حتى تتعلمون انه بداية الرسم تاخذ ايدكم شوية حتى من نجي ناخذ موضوع القادم ان شاء الله اللي هو يكون عدكم يعني خبرة بالرسم هنجي الى شنو اقصد بال Frequency Response او كمراجع على Frequency Response ادي افرض هسنا هذا مثلا السيستم الموجود ادي هنا هو Open Loop جاية للر قيمتها مضروبة بالج بعدها تطعى للoutput اللي هو الـ السي اوكي ها هي يسموها سين سويدل انبوت اللي هو جاي من مركبتها يعني اذا ذكرون انه باللابلاس هو هذا جاي الـ الـ من اجي ارجحها للتايم دومان رح تكون عدي هي عبارة عن A Cosine Omega T Plus B Sin Omega T اوكي ها الـ R of S وهذا تحويل المالتها وهذا تحويل المالتها مزيلا من اجي اريد انه اطلع مثلا الـ 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 و الزاوية فهنا ما نعدي هنا عدي A Plus B Sin بcosine فشي رح يصير عدي هو انت من تجي عدك عدد مركب عادي يكون هو Tan Ember صح له لا اللي هو الـ والمغنيتود هو مربع الاول زاد مربع الثاني هنا مدام عدد كوسين وسين تحللها بدلاتي الأكسبونة وتريد ترجحها وانت تعرف كيف نظر من خلال هذا من خلال هذه الصيغة ستكون نتيجة الدك التالي هي جذر A تربية Plus B تربية كوسين Omega T Minus Tan Embersed B طبعا يعني Imaginary على الريال باعتبار Sign هنا يكون بجزء Imaginary حسنا ما اهمنا هذا الموضوع بقدر ما انه نريد نوصل للتمثيل معلة C of S أو G of S نفسها نريد امثلها بال Frequency Domain اقدر امثل هذا الشيء الموجودة هنا بطريق بالطرق اللي هو اما اقول مثلا هو Polar Form اللي هو اقصد بها Magnitude و Phase و Magnitude Multi هو A تربية Plus B تربية و Phase ما يكون و Tan Inverse Imaginary على الريال أوكي اللي هو ما يتجاي اصلا الاصل مالته يعني انت تحلل هذا الشيء انه هسا راح نيجي ناخده لكي نحلل لكي نحلل بالابلاس انه سوى Partial Fraction راح ترجع دي هذا المقام هو راح يصير complex راح يحلل عبارة عن two complex numbers و واحد conjugate بالتالي انه راح مرافق راح يبقى عادي بس بس و مقسوم على فات شغلة معينة فالمهم هاي rectangular form بس اللي همني هو بس polar form حاليا وال polar form ال polar form هي مشابهة طبعا لل polar form بس بدل انه تكتب phi هي عبارة عن tan inverse راح تقول هي exponential j5 اي اوكي يتمثلها بدلالة ال Exponential الفاسمالتك هو عبارة عن Exponential والمقنيتود و نفسها حالا حال polar form خلنا نجي لل c of s هي عبارة عن يعني هذا ال open loop هو c of s مين جاية حاصل ضرب rfs في ال g of s من اجي اضرب هن اثنين هن وارد اطلعها c of t مالتي خلنا نقول او وارد اطلع انه ابسطها اكثر لان انا عدي مقام بي تربيع اريد احاول الى partial fraction ف c of s راح يكون بهالشكل انه حل المقام اعتبر انه s j w j omega و s minus j omega هذا التحليل مال هذا الجزء راح يكون two complex ثم بعدها ماهو اجي اصابه انا اريد احلله بعد انه اريد افكه ان اصابه partial fractions يعني كل واحدة كل هذا المقام يكون البصمة واحدة راح اجي اخلي كي وان مثلا زادي كي 2 و ج اوف اس اكيد هي فد اه ال g of s اساعد يعني مجهولة بس انا اريد شنوه اريد اوصل الفد نتيجه انه بغض النظر عن g of s شون اعرف frequency response وزمات c of s و راح اشوفونا بالتالي هو بس راح يعتمد على g of s زين هسا هذا عديد تحلل بهالشكل اجي طلع k1 و k2 طريقة اللي هو partial fraction راح اجاع عوض لان كي وان مقام معلتها j اوميغا مفروض اعوض بمكان كل s ب j اوميغا وشي للحد معلتها minus j اوميغا فرح يصنع minus j اوميغا بالمقام minus 2 j اوميغا راح تتبسط الى التواصل ال d بهالشكل كي وان راح يصير قيمتها هي نص m i المقنطود مالتها في الفيسبانتها راح تحولها يعني هذا الموجودة الدهنانة راح تحولها الى بالأولر فورمولا راح يكون عديده بهالشكل زيان يعني هذا النص يبقى واحدة وهذا هذا عدد مركب فشنو راح تحوله المقنطود مالتها المقنطود مالتها طبعا راح تكون الجذر زادت بيتربية والفايز مالتها اللي هو راح تحوله بدلات الاكسبونتشال j ونفس الشي بالنسبة لل j راح يكون مباره عن مالتها والفايز مالتها بدلات الاكسبونتشال عادي كلها هساها جايف فيرضة انه بدلات رموس حتى أرى بعدياً أنا أحتاج هذا الجزء أو ما أحتاجه المهمة السهنة أعدي شنو مغنيتود بمغنيتود أأتي أضربهم ضرب عادي وأقسمهم اللي هو على الثنين الموجودة أعدي هنا أعدي two exponentials فشنو رح يصير أعدي راحة أأتي أجمعها عند الضرب تجمع الأساس هطلع عدي K1 ونفس الحالة رح أأتي أطلع K2 مزيلاً الكيتو طبعاً هي مفهوظ ذكرها بالأبلاس ما أحتاج أجي أطلعها ما دام هي المقام معلتها هو الconjugate math الثاني وأنا هي أصلاً هي الconjugate math K1 يعني هي راح أصير بأكس الإشعارة يعني نفس المغنيتود معلتها بس الفيز معلتها هذا المؤدي هنا نقص راح يكون موجب مزيلاً فمن أجي أريد أطلع CofS ما دام الستدستد راح أكون هي ب هذا الشكل إنه هذا الحدود مالتي الفرضية ما دام تشعر كي 1 كي 2 ما دام تشعر كي 2 يوصل بأهل شكل بعد ينشنه أجي أهل أنه أدي كسور جزلية سهل أنه أرجحها باللابلاس انفرس فهي راح يكون أدي CofT همياً بهالشكل أنا هذا كل الاشتغاغات ما مطلوب من أجل بس أنا أريد أن أصل الشغلة مفادها يعني أنه بعد ما وصل هنا اللي هو المغنيتود مالة من ضرب وطلع أدي CofT راح تتمثل بدلات الفيزر فورم راح تتمثل بدلات الاموان والمج اللي هو أدي الترانسفير فونكشن أو هذا البلوك البلوك الموجود زيلاً اللي أريد أن أصل لأنه هذا أدي ضرب مغنيتود وضرب ما هو ما هو أنت تقدر تعزل ال GofS عن الاموان مالتك يعني أنت هنا بهاي الحالة أنه مدام صفة أنه ضرب بالمغنيتود والفايزين جمع معناها Frequency response مالتي مالتي ما يتأثر بالاموان راح يعتمد فقط على G أوك فهذا الاموان حولناه إلى C of T أوتبوت مالتي الاموان كان هو و يعني فرضته فقط رمز بالنهاية ما وصلنا له أنه فقط أحتاج J of J أوميغا ف J of J أوميغا هي عبارة عن J of S عندما S تقترب من J أوميغا أو تساوي J أوميغا جيد حسنا نجي إلى موضوع الرسم موضوع الرسم Frequency response مثل ما قلنا أنه يهمنا طريقتها اللي هو مات المغنيتود والفايزر وال وال والأولر فوميلا والأولر فوميلا والأولر فوميلا جيد الأولى أنه شنوه هسا لطريقة الرسم أدي طريقتها يا أما أنه أقول الفونكشن ماتي هي عبارة عن مغنيتود وأرسم المغنيتود وأرسم الفايز كل واحد واحد أو شنو أجي أرسم 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 يعني أرسم فونكشن عادية أعتبرها فونكشن عادية وأجي أرسمها جيد لكن إن شاء الله هنا الشغلة أنه أنت راح تتعامل وي قيم راح تكون يعني احتمال متقاربة جدا دائما يسوها بال ديسيبال ما أخذين بالماثلاب يعازي من البلوت وعندكم يعازي سيميلوغ اللي هو تشوفون أنه راح يفرق عندك الرسم خصوصا إذا كانت الرنجات متقاربة والقيم اللي جاي ترسمها هي ما جاي يوضح الرسم ما جاي يوضح لك هذا الشي فنفس الشي إنه بال الرسم راح نحول القيم الموجودة عدي الى ديسيبال اللي هو عن طريق ضربها في عشرين لوغ طبعا تبهوا إنه من تستخدموا الكالكولياتور لازم تستخدم لوغ تن يعني ليس لوغ الاعتيادي لوغ اللي عكسل عشرة أس أوكي فهاي لوغ الموجودة بهذا الموضوع هي كلها لوغ تن والفايس كيرف هميا نفس الشي إنه راح أجي أرسمه بدلالة الديسيبال وقلت إنه النوع الثاني هو أجي أرسم القيم مالتيم باعتبارها فانكشن طبعا الرسم راح نشوفون راح ناخذ هذا المثال الموجود وراح تبين عدكم الفرق بين الرسمين وقلنا إنه محاضرة ما بيه هواي أمتلا حتى بس لو تتهمون هذا المثال وتأخذ إيدكم إنه إذا عدتكم مرقة سيميلوك تجربون عليها زيان عدي حسا هذا المثال المثال يقول إنه عدي واحد على الجيو فاس هي واحد على اس زائد نثنين من أجي يقول إنه الفريقونسي ريسبونس لازم أعوض المكان كل اس جي اوميغا صار عدي شنو بالمقام صار عدي بالمقام او صار عدي او صار عدي في المفروض شنو أجي أساوي أجي أضرب بالكونجوكيت فراح تتحول عدي بهذا الشكل راح أضربها في اثنين ناقص جي اوميغا وراح يصير المقام هو عبارة عن اوميغا تربية زائدا اثنين تربية اللي هو أربعة فصار عدي بهذا الشكل هاي يقدر طلع من عدها المغنيتود المغنيتود مغنيتود مالتها جدا سهل اللي هو مغنيتود الباست على مغنيتود المقام طبعا ملاحظة أكو هنا ما أخذته أو ما شرحته عدكم بالمغنيتود المغنيتود اذا كان عندك باست ومقام مغنيتود الناتج هو مغنيتود الباست على مغنيتود المقام قسمة عادية كالنما تقسم أرقام وتضرب أرقام حتى إذا كان عندك الباست هو متكون من أكثر من حد وذا كان مقامهم متكون من أكثر فراح يكون هي مثل ما تعامل عملية الضرب والقسم بس بالنسبة للفايز الفيز مات البست يعني إذا عدك بست ومقام الفيز الناتج هو مجموع الفيز مات البست ناقص مجموع الفيز مات المقام يعني مثلا هنقول أنا عدي البست ماتي بيزاوية 45 وبيزاوية مثلا 30 والمقام عدي زاوية 10 وزاوية 0 هنقول إنه 0 ف45 زاوية 30 رح نصير 75 أنقص من عدها 10 ونقص من عدها اللي هو مثلا قيمة الثال الأخيرة هي 0 فحص 65 الزاوية مات النتيجة ماتك أوكي فهذا قلنا هذا المقنيتود ماته جدا سهل اللي هو رح يكون المقنيتود مات البست مقسوم على مقنيتود المقام المقام طبعا هو رح يبقى نفسه يعني أنت رح تربعه والجذرة نفسه رح يبقى المقنيتود البست شن رح يصير عدك رح يصير أربعه زائد اوميغا تربية تحت الجذر اوك فراح يصير عندك اربعة زائد اوميغا تربية تحت الجذر زيان؟ خليس اكتبها احسلكم راح يصير اربعة زائد اوميغا تربية تحت الجذر مقسوم على يمن مقسوم على اوميغا تربية زاد أربعة طبعا هذا نفسه هذا هذا المقام هو نفسه هذا اللي هو تحت الجذر فتيجي تقتصر الجذر الموجوده هنا هنا وهي هذا هذا سيبقى أس نص يعني تطرح الأسس يعني هذا أس نص وهذا أس واحد فواحد نقص نص واحد نقص نص يصير أوميجا واحد على جذر أوميجا تربية زاد أربعة جيد اجي للفايز الفايز هو minus 10 inverse من اجي اخذ minus 10 inverse للموجود عدي هنا وشنو موجود عدي ؟ imaginary على الريال او سوري هو 10 inverse ما بي ناقص موس عدي اصلا هي ناقص موجود هنا ف minus 10 inverse اليماجيناري جدت اوميجا والريال هي اثنين فهو اوميجا اوبر 2 سيصير عدي هنا طبعا المقام لا يوجد فايز لان لا يوجد اي اماجيناري موجود فهو سوف تنزل عدي هالشكل هس الرسم ما سيكون ما سيكون لازم ادي ورقة سيميلوغ ما سيكون هذا الشكل و اجي هسه مثلا اول طريقة اللي هو قلنا انه سبريت مغنيتود وطريقة الثانية هي اللي هو اجي ارسمهم كلهم برسم واحد مغنيتود الفايز برسم واحد ركز على الطريقة الاولى اللي هو شون اجي ارسم المغنيتود واحد والفايز واحد قلنا المغنيتود اجي اخر ل 20 log للمغنيتود فالمغنيتود موجود عدي هنا طبعا اعوضت لكم قيم يعني بكتابة موجودة هالقيم بس اشتغلتها بالماتلاب كتبت لكم الاعازات هنا اللي احب مثلا بس يسوي كابيو بيست الها حتى يشوف النتيجة مزيلا هس انا شون اعدي مثلا اجي اطبق عندي المي يعني هذا الرسم موجود هنا هذا المغنيتود وهذا هو الفايز المغنيتود عن الفايز ف 20 log 10 واحد على عد المية هذه النقطة مالتي مية فالأوميغا تربية سيصبح قيمتها سيصبح 10 تالاف 10 تالاف زاد 4 سيصبح 10 تالاف واربع سيصبح 10 تالاف واربع نجي اكتب هذا الاعازة وستخدم الكالكولياتور ستوجد النتيجة ستطعلي مينوس فوزي نفس الشيء من اجي فالأوميغا تطبق العشرة سيصبح 10 واربع هذا المقام اكتب سيصبح ناقص 20 سيصبح ناقص 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 تأخذها أس عشرة يعني انه مثلا هذا عشرة أس صفر هذا عشرة أس ناقص واحد هنا عشرة أس واحد هنا عشرة أس اثنين وهكذا تأخذ قيم مائتك بالرسم يعني حتى تأخذ تعوض النقاط التقاطع وهي هاي العشرة وهي هاي الواحد وهي البوينت واحد الآن عشرة هي ناقص عشرين يعني ستصبح بين ناقص 24 و ناقص 18 تكون هي هنا هنا ونفس الشيء من أجهة مثلا عد الواحد هي موجودة ناقص سبعة فأنت تشوف التدريج ما تكفوه بالعكس يعني منها ناقص و نازل يعني زيان باعتبار انه صور انه هذا الاكس اكسل سيبا بصير فوق وهذا النيت جزء الجوه فهي الناقص سبعة اللي بين الناقص ستة و الناقص اتناش ونفس الشيء بالنسبة للفايز مالتي راح انه مثلا نجرب عندي المية هنا ناقص ثمانية وثمانين 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 هنا والبقية نفس الحالة نجي للبولر البولر طبعا هو بالكتاب ذاكر انه شرح معين بس انا حبيت انه اوضحكم بغير طريقة انه انت شنو عدك؟ عدك هذا هو القانون الرئيسي او هو هذا هو الجي اوميغا الجي اوف جي اوميغا من اي جي اريد مثلا الاندل الثنيا هو نخي نقول هذا المثال اندل الثنيا فرح يصير عندك المقام ايش قد رح يصير؟ صار اربعة زادة اربعة اللي هو جيد قيمته ثمانية 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 على ثمانية عنها جزء الريال رح يصير ادي ربع ليو بوينت توفايف المثير الثنيا ما هي المرفيه؟ همين اثنية اثنيا على ثمانية همين رح يصير ادي ربع فرح ادي ثنيا لو اوميغا من هو ثنيا الجزء الريال رح يكون 0.25 و الجزء اليماجيناري رح يكون ادي 0.25 فبحث هنا هي الثنيا جزء الريال رح يكون 0.25 جزء اليماجيناري يكون 0.25 فهاي النقطة و نفس الشيء بالنسبة للمقاط البقية من أجل عوضها مثلا نجل عوض الواحد الواحد رح يصير هميا اثنيا المقام رح يصير أدي خمسة فاثنيا على خمسة رح يصير 0.2 ثانيا على خمسة لا 0.4 لان يصير 24 على 10 والاثنيا والواحد على خمسة رح يصير 0.2 فعدي عند الريال هي 0.4 وعدي الامجنري هي 0.2 فخشوف الواحد ها هي الواحد 0.4 و هي الريال و 0.2 هي و هي الامجنري اوكي هاي الطريقة ونتوا تكملون البقية الرأسية بالكتاب شنو قايل أدي بالكتاب يقول انه رح يخذ هيا Polar Polar Multi هي عبارة عن Magnitude و Phase معناها شنو أجي أساوي مثلا عدة ثنيا هنقول انه جي ناخذ عدة ثنيا عدة ثنيا هيا شو رح يكون عدي رح يصير واحد على جذر الثمانية رح يطلع لي فاد رقم اللي هو من الجي طبقه قبل ما تلابته قاعد يعني 0.3 و تان انفيرس الزاوية مال تي رح يكون هو شنوه او او ميغا اوفر 2 اللي هو ثنيا على ثنيا رح يكون عدي واحد فتان انفيرس للواحد هي 45 معناها هاي القيمة رح أمشيها بزاوية 45 حتى اطلع قيم الموجودة الـ X و Y يعني تعرفون انه الزاوية هي من اجيار يطلع مثلا بهذا الرسم الـ X و Y يعني مثلا هو شنو جا يقول 0.3 3.5 رح تجي تضربها بالـ Sine ما تلك 45 رح يصير عندك 0.25 والSine والCosine ما تلك 45 يوم ثابتة فمن تجي تطلع القيمة اللي قلت عليها قبل شوية تجي تضربها في Sine تضربها في Cosine رح تطلع لك المركبة مع الـ Real و مع جنوار وتنزل هاي طبعا طريقة الكتاب اوكي وقبل شوية شرحنا الطريقة اللي حتشيت لكم عليها انه ابساط احتماعي زيان فانه خلنا يجي نكتب طريقة الكتاب هنا اللي هو والمغنيتود ماتي رح يكون عدي واحد على جذر الثمانية زيان والفايل هي رح تكون عدي هي خمسة واربعين مضروب في هذا واحد على جذر الثمانية مضروب في هذا الرقم رح يطلع لي الـ 0.25 و نفس الشيء من ناحية الـ cosine اه sorry الـ sine اللي هو مركبة الثانية طلعها رح تطلع لي 0.25 فشنو معنى هذه الخطوات ماتيك تطلع المغنيتود وطلع الفيز تستخدم السعين و الـ cosine حتى توجد النقطة مالتها وانا يجب ان ترون هذه الرسم هي القيمات الأوميغا لكن تمثيلها بالريال والمجنرية وان تقاطعها تكون بهذا الشكل اوكي خلصت محاضرتنا اليوم وان شاء الله المحاضرة الجاية نبدأ بالبوت شكرا جزيلا شكرا جزيلا